اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ولكن انا مفتح بسارة لأفعاده لأفعاده. كان لأفعاده لكي قبل قبل و علي لوفيقه قوى. و رايان لأفعاده. لذلك ، نعم، نعم، بحق. بقيت جيدا، الحمدان، نتعيب. جيبنا أربعة أهداف. نقوم نجيب أكثر، و كان كل مستحبت نجيب أكثر، لكن الأهم حاجة حافزنا على إقاع اللاعب. أدينا فرص لعبين اللي كان رجعين من الكورونا زي كهرباء، زي أقرم، و زي أفشا. وشفنا كابتن سعد سمير موجود نهاردة وعي لوت في خد المباراة وعمل ماتش كويس ورايان برضو خد زمن لعب نهاردة كويس بقى له فترة فكويس نهو بنعلي على المستوى اللعيبة ونحاول ندي فرصة كل اللعيبة ياخد زمن اللعب عايزة روح لبعض النقاط الفنية النهاردة على الرغم من فيه تغييرات أو فيه غيابات لكن شكل الأداء للناد الأهلي سواء في ناحية الدفاعية أو ناحية لجومية نفس الأداء بلعق يعني بيبقى فيه تطور أكتر على رغم من الغيابات النهاردة لا يحافظ على نفس الاسدوب ونفس الطريقة وهناك inferno أن لتم التجرب من العرب الذين لا يكون هناك. هذه النهائية سيكون جيدا. لدينا نعود أفشا بك. لدينا أخرج أخرج. لدينا نعود سادة. لدينا نعود كارابا بك من المشاركات. لذا فهناك جيد أن نعود بعض المشاركات. ونحن نعود الكثير من المشاركات لسبب المشاركات والمشاركات. ثم نعودهم مجرد. لدينا نعود نقوم بشكل مستقبل. لذلك لا نستطيع اضافهم. هذا مجرد. هذا مجرد. هذا مجرد. هذا مجرد. هذا مجرد. هذا مجرد. لكن إن شاء الله في الناس. يجب أن نكون مستطيع أخرى. لدينا أحد المشاركات جدا. لدينا أحد المشاركات. والعبة العالمية. لدينا نعود مع المشاركات. لذلك في مرة أخرى سنعود كل من الهاتف. لدينا أحد المشاركات. لأنه فيه لعبة بيحصل غيابات. نتمنى في الأسباعين اللي جايين عندنا المشاركات مهمة أن نحاول قاعد إمكاننا الحافظ على المجموعة بأشياء غيابات بسبب كورونا. ونعلم مستوى لكي ندي أداءنا. لأن الليجابات كانت مأصر عليها للفترة. أريد أن أتكلموا عن نقطة التدوير والساسة التدوير التي يعملها في اللعبين. وأيضا سياسة تغيير الطريقة من 4-2-3-1 إلى 4-3-3. في نفس الإطار، النادي الأهلي لا يتأثر فنياً في تغيير طريقة اللعب. اللعب عندها قناعة فنية بالشغل بتاع مستر بيتسو موسيمان. اللعبات في أحداث المزيدات من الموجودين يمتلك البنائية على المدينة. ماذا يريد أن يحاول مزيد في 4-4-2 أو 4-2-3-1 أو 4-3-3. نحن نصطعkan الكثير من الغرابات ويستردد علي التمية. ليس فكرة نحن ننا idea لكي نواجد الغرابات في المدينة. فكرة من مستوى؟ يقول الوعي والتغيير الطريقة اللعب ليس فأنا أريد طريقة اللعب علمجات الساعة والمستارة يعني اللعب الموجودين المتاحين هو بيخلونه على بأربعة أربعة أثنين أربعة ثلاثة أو أربعة ثلاثة واحدة على حسب المتحمل اللعبين فهو الغيابات هي بتغير طيقة اللعب بقبل تحديات كتير عدد كاس العالم الأندية وحلم الجماهير النديل اللي انحنا ناخد كاس العالم الأندية اعتقد ان مستر بيتسو مسلمان عنده نفس الحلم وايضا دورة بالإفريقيا يعني إسه متوج كبطل البطولة التاسعة الجماهير عايزة منك البطولة العاشرة بمشي تلا جميعا تحديات كبطل البطولة العاشرة الجميع برلجلة للإفريقيا في كبط العالم الأندية وإعلي يمكن أن نفعل هذا الشاعر يمك المفهولا لا أستطيعن إن جانبى ولكن كل شيء موجود ولكن ما هو عاليس المفهولة هو أن نحيست بمتلك في الأين المعيدين ويمكن أن نحيب المعيدين والإمكان astronomers أن نفرق المعيدين ويكون لنشيحكم على بق بيخالي ومن تتعضل بقبل الجميع لكننا نفعل هذه المعيدين أعتقد أن أليس لم يفعل هذه الحياة لذلك يمكننا أن نفعل هذه الحياة فهذا يبقى سهل ويعتقد أنه يبقى إنجاز بالنسبة للجيل الحالي إنه حقق خمس ألقاف في موسم واحد لكن طبعا نحن نافج ونحن نقل نحن نمثل تمثيل مشرف لأفريقيا في كاس العام الأندي أخيرا نريد أن أختمعه بإنضمام وولتر بوليا شايف الصفقة سيوي ويكون إضافة قوية واحد من اللعبة المهمة في الدورة المصر أكيد أنه إضافة لفريق نادلحي نعم نحن نضمعه لأننا نحتاج لكي أكثر إن أكثر من قلبيهalled مثل أننا نجح نلحن بكاهرة عاما أكثر من شويات موجودة لذا لم يكن لأجل من المدينة لذلك نحتاج لك أكثر من المدينة ونحن أبدأon كي أفريقيا في السيادة لأنه سيقوم على فريقيا لأنه قلبيه فيه ولتر بوليا لكي أشعر باللو وكأنه من المهم هشعر في أكبر لأنني أعتقد أنه يمكن أن يكون قليلاً 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 وإذا كان يمكن أن يأخذ المساعدة سوف يضع المقاعدة وهناك الكثير من أجهزين لذلك يحتاج إلى الكثير من أجهزين لأجهزين الثلاثين والأجهزين لذلك نحن مستوى أن يكون لديه أولتر وإنما يكون لديه أجهزة لأجهزة أجهزة يقول أولتر طبعاً جيبناه لأنه يحتاج إلى زيادة العادية في كل مركز بأنه أكثر من العيب نحن شفنا في غياب مروان النهاردة لعبنا أحمد ياسر ريان وبندي فواس لعبها وولتر طبعاً الفريق نادي أهل تقيلة مش أي حد يلعب بيها ويقدي هو جاب إجوان في الدولي نتمنى أنه يقدي نفس المردود معنا وبيلعب مع النادي الأهلي هو الأسبوع الجاي ممكن يأخذ فرصة لعب ويكون موجود ويتمنى يكون لديه طبعاً إضافة للفريق بس يتمنى يديه يلعب تحت الضغوط في نادي الأهلي ويجيب إجوان ويديه مردود لحما التصري منه شكراً كاميراً مستر بيتسو مبارك لك كنت مالك توفي في مشوارك من نادي الأهلي شكراً خبير شكراً شكراً كابتن أيمن ندك اللقاء مع مستر بيتسو مسماني المدير الفني للنادي الأهلي عقب نهاية اللقاء وفوز النادي الأهلي على فريق سنهيب أربع أهداف نظيفة من جديد تعود الكلمة لكابتن أيمن شاوي وضيوفه الكرام